بس كتيرة بتسألني هل الاهلي كده اغلق باب الانتقالات اقولك لا الاهلي مازال قدامه اتنين لعيبة لعيب من برة كبير فوق السن ولعيب برضه من برة تحت السن وغالبا برضه الاهلي رايح في سكة تدعيم الخط الامامي يعني كله تدعيم الخط الامامي ده بالنسبة للنادي الاهلي اللي تحت السن برضه هيكون غالبا افريقي وسيتم تسجيله تحت السن وانا ارجو اتحاد الكرة باي خلصنا من الدوامة دي ما اقولكش خمسة فوق وتلاتة تحت اقول عدد الاجانب كلهم يعني اقول مثلا اه تمانية اه مثلا تلاتة نشئين وخمسة اه كبار بس ما تقولش ده موليد الفين وده موليد تلاتة يعني تقول كده لحد موليد كزا ده بيعتبر صغير او لما بتعمل استثناء في القيد لموليد تسعة وتسعين الفين تقول ده للمصريين فقط لغير وتقول لنا عدد اللعيبة الاجانب اللي في الملعب قد ايه ده مهم الاهلي لعيب اجنبي فوق السن هيكون بيتفاوضوا معها الرابي وخلصوا ولعيب اه اجنبي افريقي غالبا يعني يعني لفوق السن ممكن يكون افريقي ممكن يكون لأ وارد يعني وارد لكن لتاعت السن غالبا افريقي والاهلي يعني في خطوات كبيرة جدا معاهم كمان التمانية الاجبال او السبع اجبال اللي ضموهم من فريق وادي ديجلة والحقيقة كلهم مبشرين الحقيقة وده عودة للتعاون من جديد بين الاهلي ووادي ديجلة كانت العلاقات كده جالها فترة شوية كتهتزت لكن عادت كاقوى وكاحسن ما يكون هو الراجل كان مبسوط امبارح من المباراة يعني مثلا حصل كمان انه اضطرد لعيب من فريق بيتروجيت الاهلي يصمم انه ينزل مكانه لعيب تاني عشان ياخد التجربة بقوة يعني ولعب مبارح تلاتة وعشرين لعيب في المباراة يعني في الشوطين عشان يبص على اللعيبة كلها من اولها لاخرها وبس هما بقولوا الاكرم توفيق ايه على مهلك شوية لانه لسه راجع من الاصابة يعني يعني بارح بداية جيدة لشادي حسين مبسوطين من احمد عبدالقادر ومن طاهر المرمى الاهلي لم يعني لم لم يتهدد لعيب علي لطف الشوط الاولاني لعيب مصطفى شبير الشوط التاني وانتعرفين انه اه اه كابتن اه محمد عشان ناوي في المنتخب طيب